اشتركوا في القناة اولا الموضوع ده ما كانش هو دكات المرحلة الاخيرة المرحلة بدأت او التعامل مع اليونسكو في هذه القضية بدأ مباشرة بعد حادث الغادر الخبيث الخاسيس اللي حصل قدام مديرية امن القاهرة الاول مرة ان تبقى النبرة في البيانة اللي صدر عن منظمة اليونسكو كانت نبرة عالية جدا فيها ادانة صارخة وحادة لتدمير المنشآة الثقافية المصرية لانها ما كانتش اول مرة قبل كده في مدحف ملوي لان كانتش نبرة بنفس الحدة لكن ما حصل التكرار فكانت النبرة حادة كمان تطور الامر الى ان كيف يمكن ان نساعد وكانت اول حاجة المساعدة المالية لانهم عارفين ان وزارة الاثرار حاليا بتمر بمحنة مالية فعرضهم تبرع رمزي قدره مئة الف دولار زي ما كان فيه ناس بتهون من هذا التبرع ويعني مئة الف دولار لكن لازم نقول ان مئة الف دولار هو مش تبرع في حد ذاته هو المبلغ لا هو الاول مرة برزانة اليونسكو بتدفع لنا من موازنة اليونسكو نفسها من فلوسهم هما مش من التبرعات الي بتدفع لصالحنا فده كان عشان يبنوا عليه بعد كي يكون نواة لعملية تبرع اخرى او عملية ما يسمى عندهم فاند ريزن كامبين او حمل التبرعات دي حتكون النواة بتاعتها ثالثا امتد بقى مش تبرع مالي فقط ولكن ايضا تبرع فني انه يريد تم ارسال بعثة تقوم بدراسة الموقف ما هو حجم المعونات المطلوبة وما هو شكل المعونات المطلوبة فكان لابد ان يرى رؤية العين والحقيقة هما لما جم تاني يوم مواصر يوم الخميس ليلا تاني يوم الصبح كنا في الموقع بيروا ما حدث الكارثة شكلها ايه وبالتالي بعد كده بدأوا يعملنا المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي كان واضح جدا انه هما حتى الصور اللي كانت طلعت من المتحف الفن الاسلامي ما كانتش بتعبر عن حول الكارثة كيف يمكن ان نمر مدحف بهذه العظمة وبهذا القدر وبهذا الحجم الثقافي وحجم المقتنيات اللي فيه فكان شديد جدا على انهم يتخيلوا عن بعد الا عندما حضروا الى الموقع ورأوا ما تم الحاق الضرر به من مقتنيات ومن مبنى اثري في حد ذاته وبعدين سفرهم الى باريس بعتولي تقرير مبدئي لكن هما بصدد تقرير النهيئ اللي سوف يعرض على مجلس ادارة المنظمة علشان يشوفوا هيعملوا ايه الخطوات التالية هذا هو كان الوضع بالتفصيل افهم من حضرتك ومن ايجابة سعبتك ان منظمة اليونسكو لم تكتفي بالادانة والشكب فقط ولكنها تبرعت في حدود الامكانيات وان كانت خارج الاعراف الدولية المتعرف عليها لمنظمة اليونسكو بمئة الف دولار اقدر اقول ازاي نقدر نسوي وزارة الاصار استغلت هذا الحدث وجود وفد منظمة اليونسكو لتسويق هذا الحدث الاجرامي لجماعة الاخوان الارهابية اولا الحمد لله ان كما شاهد مجلس الوزراء وكما شاهد حتى اعضاء منظمة اليونسكو وحتى رجال المجتمع المدني ان ادارة الازمة في وزارة الاصار كانت على اعلى مستوى لهذا الموضوع كيف استغلنا اولا انا يهمني في الامر ان احنا نعيد بناء ما تهدم ويطرق جزء يكون شاهدا على ما حدث حجم الكارثة ومن قام بيها والاجرام الذي قام به لكن كيف يمكن تسويق هذا تم تسويقه سواء قبل واثناء المؤتمر الصحفي وبعد المؤتمر الصحفي قبل المؤتمر الصحفي ان احنا اعلننا للناس كلها ايه اللي حصل تم التواصل مع كل سفراءنا في الخارج عن طريق وزارة الخارجية اثناء هذا الحدث كان الحدث مزعل عن كل تلفزيونات العالم تم التواصل معي شخصيا من بعض التلفزيونات العالمية المتاحف العالمية الخاصة فيها اقسام للاثار المصرية كلهم تم التواصل معنا كيف يمكن ان نقدم مساعدة كلهم يعني على السعداء للتقديم المساعدة بعض رجال المجتمع المدني في بعض الدول بدأوا يتواصلوا معي لكي يقوموا هم نفسهم بعمل حملة للتبرعات الادانة كانت شديدة جدا عالميا مش بس في اوروبا في الامريكا تيين في اليابان في كل حتة كانت ادانة شديدة اللهجة على خلاف ما كان يتم من قبل مع الوزير محمد ابراهيم هل نقدر نقول هذا الحدث الارهابي قدر يهز وزارة الاثار لدرجة انها ممكن تفكر انها بتغلق المتاحف والمزارات الاثرية انا بشكر حدك على السؤال ده تعالوا نعرض الموضوع بشفافية اطلاق اذا كان المستهدف هو المتاحف ممكن نقفله لكن اذا كان المستهدف هو هوية مصر ثقافية وبيقية اثرنا اذا الموضوع يبقى مختلف ده اول نقطة لا بد ان نطرح النقطة الثانية لا بد ان تطرح ماذا يمكن ان يحدث لو افنا المتاحف افنا المتاحف هل ممكن ان تمنع حجم كارثة مماثلة ما اعتقدش انها ممكن لسبب بسيط قوي ان اين هي المخازنة التاسعة لهذه الاثار كلها عملية تخزينها هتاخد مجهودات واموال طائلة عشان توضع كل قطعة بشكل صحيح مناخيا وامنيا وامنيا وامن القطعة نفسيا امنيا بواجه عام وامن القطعة انها ما تكسرش بشكل خاص اين هذه المخازن نمر اثنين نمر الثلاثة المنشأة طيب اصلها اساسا اثر المنشأة هي المتحف ما هو اثر يعني المتحف فن الاسلامي ده كان اثر المتحف المصري ما هو اثر هل المشكلة هي المقتنيات فقط ولا المباني ايضا اذا المشكلة احنا كنا بنتحدث فيه معلو ناسكو قالوا من المستحيل بمكان انك تتجنم مثل هذه الحوادث لابد ان تجففها من المنبع انما عملية الغلق في حد ذاتها مش هي الحل سنين لابد ان ننظر الى الجانب السلبي من عملية الغلق معنى ان انا باغلق في المتحف انا بقول ايه للناس كلها في العالم كلهم ان مصر غير امنة يبقى لن تؤتي ثمارها المرجوة في المقتنيات لان المباني الامكانات مش مساعدة عشان تعملها ثانيا ان المباني نفسها اثرية ثانيا هكون هناك اثر سلبي اذا المشكلة ما هيش بسهولة بمكان بالشكل ده لابد ان نأخذ باعتبار كل الجوانب السلبي احنا في ايام اللي كان فيه اسراع فاشده في التحرير كنا فتحين المتحف في المصر فتحينه بيستقبل زوار اذا العملية مش مجرد انا اغلق مكان اذا اغلقته وبعد اللغاية امتى والاثر السلبي وكيف يمكن تأمين الاثار بعد كده في بعض الاراق بتقول لي حطاه في مكان غير معلوم اين هو هذا المكان غير معلوم الذي يمكن ان يتسع لدي الاثار بزروف منوخية مناسبة وبزروف امنية مناسبة من اجابة حدق قدر اقول كم في المية نسبة تأمين المنشآت الاثرية في مصر ضد ايه ضد السرقة ضد الحريق ضد الاتلاف ضد كل شيء السرقة حريق مؤمنة مية في المية اتلاف مؤمنة في مية في المية لكن حدث ارهابي خسيس بالشكل ده كيف يمكن هل الانفجار اللي تم الخسيس ده اللي تم قدام المدع كان مقصود بي المتعف هو كان مقصود بي مدينة الامن لكن اثر علي لكن كيف يمكن مفيش دولة في العالم يحدث هذا في اثناء الحروف فقط قاد يقول انك في حرب اوكي لكن طب انك خلينا كده لا قدر الله حد حاول يعمل حدث ارهابي مماثل قريب من الاهرامات حيخرج من يقول خب الاهرامات كيف يمكن بعدين هقول لك حاجة في بعض اراء بتقول لي انه كان ممكن نحط شكاية الرمل امام المتحف الاسلامي الى اي ارتفاع المبنى انا مش بتكلم عن المتحف فاس انا بتكلم عن المبنى كمان الى اي ارتفاع ده المتواه نمرة اتنين الناس كلها شافت ان العمود النارة اللي كان امام المتحف طار مثل الصاروخ ودخر الى جوه المتحف الموجة الارتدية لا تقف قدامها اي حاجة فبالتالي عملية التأمين ضد هذه الاحواد التي الارجو قلت تقرر صعبة جدا نمرة واحد نمرة اتنين لكن كيف يمكن التعلم من هذه التجارة من ضمن ما طرح مع قبراء اليونسكو كانت الاكتر اثار تضرورا في متحف فن اسلامي هي الاثار الزجاجية والخزفية كانت معروضة قريب اوي من فتحات الشبابيك والابواب كان في الصالة الاولى اذا يمكن ان اتعلم اول حاجة انها متكنش موجودة ادى حاجات قابلة للكسف او الاتلاف من هذه الموجات الانفجارية الارتدادية نضحها في مكان اخر ثانيا الموجات اللي تكسر ما تكسرش بعامل مباشر لا الموجات الارتدادية هي اللي كسرته اذا يمكن ان نضح حواجز المبنى المفتوح الصالة بتبقى مفتوحة نضح حواجز تخفف وتقلل بل وتمنع الموجات الارتدادية هذا هو الاسلوب الامثل ان احنا مش نقفل المتحف لا نأخذ من المحاذير وانا طلبت من النسكو دراسة كاملة انحن الوقت لازم نتعلم مما نمر به دراسة كاملة عن شكل العمال الارهابية وكيف يمكن لاما منع ضرارها او تقليله ملف اخر مع الوزير لو سمحت له قدر افتحه مع حضرتك وهو ملف تمويل وزارة الارتدادية حضرتك شرفت بتولي وزارة الارتدادية رمضان ثلاث حكومات مصرية السؤال اللي بترح نفسه علي وعلى المشاهدين كلهم ان ازاي وزير الارتدادية في معظم تصرحاته بيعاني من عدم قدرة وزارة الارتدادية على الوفاء باهم التزاماتها حتى المادية لدى موظفينها سادات مرتبتهم هل في خطة لسيادة الوزير لمعالجة هذه الازمة دي نمر واحد نمر اتنين هل في دور للمجتمعات المدنية والجماعات الاهلية والحملات زي شفنا الآخر مبادرتنا الفنان الحمد الصبحي زي ده هل ده مستقبلا فيه خطة لده اولا كيف يمكن او كيف امكننا استمرار السير استمرار الحركة اولا كان هناك كثيرا من الامور بدأنا نضيق تقريض الانفاق بمعنى انا هقول لحك باندي واحد من المزانية بتاعتنا قللت فيه حوالي 6 شوط قللت الانفاق 2 مليون جنيه موضوع الانتقالات منعنا المكافئات خالص اذا بنحاول نقلل الانفاق قدر ما نستطيع كل جانب يمكن السيطرة عليه بنقلل ثانيا في الفترة الأخيرة بدأت تحصل عن بعض التسهيلات الاقتمانية من الحكومة صحيح بالدين وبالفوائد علي لكن ما كانش هناك حل آخر حاجة تانية ان احنا بدأنا نحصل على بعض المعونة شوية في ناحية المشروعات لان الموضوع مش لا يتحمل او لا يتجاوز فعلا موضوع المرتبات والكلام ده لان احنا عايزين نرمم أثار عايزين نكمل المشروعات فاخدنا من الدولة بعض المعونات اللي تمكن العملية ان العجلة تسير صحيح ببطء شديد جدا لكن بتسير الى حد ما موضوع الانجي اوز او الرجال المجتمع المدني اعتقد ان لابد ان اتوجه بالشكر للفنان الكبير محمد صبح ان منذ اليوم الاول لحدوث الكرسى اتصل بي وقال انت عايز كام قلت له مش هقل عن 100 مليون جنيه قال احنا ممكن نجمعهم من مصر وبالتالي انا بطالب رجال المجتمع المدني انهم يساعدون في هذا الاطار كما يحدث في كل انحاء العالم فبالتالي احنا عملنا صندوق صحيح ان شاء الله حنعلن عنه قرقهم لانه طلبية رقب مميز وحيكون مفتوح لكل عضاء الشعب وكل سواء داخليا او قارجيا انهم يمدون بالمعونة لان التراث ده احنا كشعب مصري مسؤولين عنه عشان نسلمه بحالة جيدة للاجيال القادمة وفي نفس الوقت ايضا ان هذا التراث هو جزء من التراث البشرية اذا الكل لابد ان يتكاتف داخليا وخارجيا في الحفاظ على هذا التراث سؤال اكيد هيورد على الساعة على ذهني دلوقتي وهو الصندوق المزمع انشاؤه هل هذا الصندوق سيخصص العائد الخاص منه لترميم المتاحف ولا سداد مرتبات العاملين بوزارة الرصال على الاطلاق لان يدخل عشان كل اولا كنت ادخلته انا عندي صندوق التمويل كنت ادخلته فيه لان اعمال صندوق خاص عشان اأكد لك الناس كلها داخليا وقارجيا هيبقى فيه ما يسمى بمجلس ادارة مصري عالمي ربما احنا بنفكر في الفنان محمد الصبح هيكون موجود بعض الناس رجال رجالات الدولة هيكونوا موجود لكن هيكون فيه ناس من مختلفة نهائي العالم عشان يكون شفافية ان هذه الاموال اللي هما بيجيبوها هتتحط في الغرض المتقصص له ولن يدخل مليم واحد منه الى لمرتب ولا اي شيء هيكون مخصص بس الترميم الاصر والحفاظ عليها ولا يخضع الرقابة جهات معينة عادة على حسب معلومات الاقتصادية ان اي دونيشن او اي تبرعات لا يكون عليها ما بقاش عليها اي نوع من الدرائب ملف اخير واحنا للسنة السانية على التوالي في زيارة لمدينة دبي شرف الجناح المصري بالقرية العالمية بمدينة دبي بافتتاح سياداتكم الجناح العام الماضي وكانت بادرة خير بالنفاذ بالمركز الاول تصميما وتنفيذا العام الماضي ويتمنى ان يحصل على هذا المنصب هذا العام شرف بافتتاح النموذج المقلد من المتحف المصري واسمعنا من المهنس ابراهيم جابي رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة للجناح ان السنة دي الجناح بشكل تاني تقييم هذاك لدور المصريين بالخارج لمحاولة الترويج للاثار مصري اولا انا بقدر هذا الموضوع وده الهدف من حضورنا جميعا الى هنا محاولة جذب السياحة العربية الدور اللي بيلعبه احد المستسمين وهو الاساس ابراهيم هنا اعتقد انه هو بيبدأ يلقي بعض الضوء على طراثنا اللي موجود في مصري يكون بمثابة يعني بسمها فترينة العرض المبدئية حتى لو كانت اثار مقلدة لجاء يجذب السياحة العربية اللي احنا بنعاني من قلته بالنسبة للاثار او ما يسمى بالسياحة السياحة الثقافية في مصر وبالتالي ارجو ان يكون ده نوع من المعونة ويكون فيه الف رجل اعمال يقدروا يعملوا نفس الحكاية وفي نفس الوقت هذه الاعمال او هذه الفاعليات تؤتي الثمارها في جذب السياحة العربية بالذات الى مصر اكتر من كده ان احنا نفكر جديا في اقامة معرض للاثار المصرية في دبي وانا بتحدث مع اعضاء السفارة هنا وان شاء الله انا جايب معايا بعض الكاتالوجات اللي حنشوف ممكن احنا بنفكر برضو كيف يفكر المواطن اللي موجود في هذه المناطق قد يكون هناك انواع معيامة الاثار لا تكتذب الانسان العربي لكن احنا دايما بنبحث عن اولا معنى شي اسمح لي بزبون انا عندي هنا ناس اجانب ثقافات اجنبية وثقافات ثقافات عربية انا بفكر فيه كيف احاول ان البي طلبات الشقين ايه اللي مبدرس ايه اللي يمكن ان يكتذب المواطن العربي وماذا يمكن ان يكتذب من هو قادم هذه المناطق من اجانب وبالتالي هيكون المعرض بمثابة خليط من هذا وذلك دكتور محمد ابراهيم حصريا لبوابة اخباري اليوم نقدر نقول ان زيارة الدكتور محمد ابراهيم معالي وزير الاثار لم تقتصر عفتاح الجناح المصري بالقرية العالمية ولكن في مهام اخرى موكلة اليه خلال هذه الزيارة ان شاء الله ان شاء الله لما تكتمل ان شاء الله هتعرفوا بها ان شاء الله شكرا للمعالي وزير الاثارة ربنا قديكم سيا ولكم